بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنبتدي في الشيت الرابع. الشيت الرابع هناخده ان شاء الله على two sections. هنقسمه يعني هيبقى فيه الجزء الاولاني فيه الاسبوع ده. والجزء التاني هيكون الاسبوع اللي جاي. بداية من الشيت ده فاحنا كده بدأنا ندخل فيه لان زي ما احنا عارفنا قبل كده ان اي water supply project بيمر بثلاثة steps. وهي collection works. والprofication works والdistribution works. احنا كده خلاص غطينا collection works. دلوقتي هنبتدي بداية من الشيت دوت في الprofication works. طيب زي ما احنا عارفين من المحاضرة ان الprofication works عبارة عن ان انا ازاي هتعلم ازاي اعمل design للمحطة بتاعتي. يعني احنا اتفقنا في اخر step في الcollection works هيكت عندي. اتفقنا ان دي بترفع لأول تانك عندي في المحطة هو اعلى منسوب عندي في المحطة. بحس ان المية بعد كده في المحطة تمشي باي جرافتي. فبتيجي بترفع لأول تانك عندي في المحطة. آآ اول تانك بيقابلني عندي في المحطة وبعدين المية بتمشي في المحطة باي جرافتي. طيب ايه اول تانك بيقابلني في المحطة هو ال rapid mixing tank. فالمية وهي بدخلة على ال rapid mixing tank ببتدي انا احقنها بيه القلم. فبيكون عندي قلم solution tank. القلم solution tank ده بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن solution محلول بين fresh water وال solids بتاعت القلم. يعني القلم بيجيلي solids. solids بحطها في fresh water بعمل محلول فبيتكوني القلم solution تانك. ده برضو بعمل له design. بعد كده بعد ال rapid mixing tank المية بتروح على الفلوكليليشن تانك. ال rapid mixing tank ويء الفلوكليليشن تانك. التانكين دول بيكون فيهم عمليات تقليب بس في ال rapid mixing tank بتكون عملية التقليب اسرع. والمية بتقعد وقت اقل. آآ بتقعد تقريبا وان مينت دقيقة. بعدين بتروح على الفلوكليليشن تانك بتقعد فترة اطول لكن آآ آآ سرعة التقليب بتكون قليلة عشان بخاف من آآ ان تكون الفلوكس اللي تكونت والبرتكلز اللي تكونت بتتكسر لو قلبت او زودت آآ سرعة بتاعت التقليب. فبتقعد فترة اطول في الفلوكليشن تانك وبتقعد آآ آآ سرعة التقليب بتكون ابطأ من ال rapid mixing tank. بعد كده بندخل على السيدمنتيشن تانك. سيدمنتيشن تانك المية بتدخل بتقعد في التانك وقت. فترة من الوقت. تكون من من ساعتين لتلات ساعات آآ بدون تقليب. التانك ده ما بيكونش في تقليب. التقليب بيكون في ال rapid mixing tank و الفلوكليشن تانك بس. السيدمنتيشن تانك المية بتدخل بتقعد فترة من الوقت عشان البارتكلز اللي تكونت في الفلوكليشن تانك يبتدي يحصل لها آآ تحت تأثير الوزن بتاح. بعد كده بتروح على عملية الفلتريشن بعمل لها فلترة عن طريق ال rapid send filter. آآ بعد ال rapid send filter بروح بعمل حاجة اسمها disinfection ان انا بضيف مادة زي مثلا الكلور ان انا اموت اي infection موجودة في المية. دي كده هي اللي احنا من خلال الشيط دوت اللي هو الشيط الرابع اللي هو الاسبوع ده والاسبوع الجاي نكون قدرنا نعمل ديزاين للتانكات دي كلها او كل جزء من المحطة او ان انا اعمل complete design للunits اللي موجودة في محطة التانكية اللي عندي. آآ طيب آآ يبقى هنبتدي دلوقتي في الشيط الاولاني آآ دي هي زي ما اتفقنا دي الخطوات اللي احنا هنعملها آآ في الشيط دوت هنتعلم مع بعض ازاي نصمم الميكسين تانك والفلوكليشن تانك والالام سوليوشن تانك والجزء التاني اللي هو part 2 اللي هناخده الاسبوع الجاي هنتعلم ازاي نصمم السيديمنتيشن تانك والرابط سند فلتر والكلاري فلوكليتور طب ايه هو الكلاري فلوكليتور ده بيكون عبارة عن ايه الكلاري فلوكليتور هو بيبقى تانك بس ببقى ضميت في الفلوكليشن تانك مع السيديمنتيشن تانك يعني بيبقوا اتنين في واحد الفلوكليشن تانك ويبقوا في تانك واحد وده بيكون لي ديزاين مختلف عن تانك الواحده او سيدامنتيشن تانك لوحده قبل ما نبتدي التصميم بس في ديزاين في اي تانك من التانكات دي حابين بس ان احنا نقول نوت مهمة هي ان يعني لازم اقل عدد للتانكات يكون اتنين تانك يعني في اي تصميم انا هعمله او في اي عدد انا هطلعه لازم عدد التانكات ما يقلش عن اتنين ولكن المستثنى من الكلام دوت الميكسينج تانك ليه الميكسينج تانك لان الميكسينج تانك انا بحدد عدده بناءا على عدد الفلوكليشن تانك يعني لو انا عندي طالب مني في المسألة ان انا صامم ميكسينج تانك وفلوكليشن تانك لازم اروح اصامم الفلوكليشن تانك الاول واطلع العدد او عدد الفلوكليشن تانك اللي بناءا عليها حدد الميكسينج تانك يبقى لازم اصامم الفلوكليشن الاول وبعدين اروح اصلم الميكسين طيب اجيب عدد الميكسينج تانك ازاي هو المفروض ان الميكسينج تانك بيخدم لحد اربعة فلوكليشن تانك يعني الميكسينج تانك الواحد يقدر يدي لحد اربعة فلوكليشن تانك طيب سي مثلا انا طلع لي تلاتة فلوكليشن تانك يبقى انا كده خلاص هيخد ميكسينج تانك واحد يدي للتلاتة لو طلع لي اربعة يبقى برضو ميكسينج تانك واحد. طب لو طلع لي ستة يبقى ياخد اتنين ميكسينج تانك واحد يدي لتلاتة والتاني يدي للتلاتة التانية طيب لو طلع لي مثلا اه 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 اتناشر في الحالة دي لو طلع لك اتناشر فلوكليشن تانك يبقى انت ممكن تاخد تلاتة ميكسينج تانك كل تانك يدي اربعة او تاخد اربعة ميكسينج تانك كل تانك يدي تلاتة. فدي بتكون على حسب العدد بتاع الفلوكيليشن تانك طالع لك كام وبناء عليه بتحدد الميكسين تانك طب لو طلع لي رقم مثلا زي عشرة هيبقى بالنسبة لي الصعب الى عشرة دي ان هي تتقسم لان دايما انا براعي السيمترية في التوزيع يعني الميكسين تانك يدي نفس العدد يعني مثلا هما تسعة كل تانك هيدي تلاتة فالعشرة دي يام هخليها تسعة يام هخليها تناشة يعني لو انا عندي الفلوكيليشن تانك تلا عشرة هخليه ياما تسعة ياما خليه اتناشة لو خليته تسعة يبقى يكون عندي تلاتة ميكسين تانك كل ميكسين تانك هيدي تلاتة فلوكيليشن او اخليه اتناشر كل ميكسين تانك يدي مثلا اربعة او تلاتة على حسب انت هتاخد لو انت هتاخد زي ما قلنا تلاتة ميكسين تانك يبقى هيكل ميكسين تانك هيدي اربعة فلوكيليشن لو هتاخد اربعة ميكسين تانك يبقى كل تانك هيدي 3 فلوكليشن فنخلي بلا من النقطة دي مهمة جدا لازم لو انا عندي في مسألة لازم ابتدي الاول به الفلوكليشن تانك احدد العدد بتاعه او اعرف العدد بتاعه هيكون كام وبناءا عليه احدد عدد الميكسينج تانك بحس ان الميكسينج تانك الواحد يدي بكتير اربعة ماكسمام نمبر ان الميكسينج تانك الواحد يخدم لحد اربعة تانكات فلوكليشن تانك وزي ما عرفنا لو فيه رقم مش هيدين السيمترية في التانكات ببتدي اقربه لرقم بحس ان هو يديني القيمة او العدد بتاع الميكسينج تانك مظبوط ويبقى يكون سيمتري في المحطة تمام طيب اول مسألة عندنا مديني سيتي ليها ربو ميت الف كابتا ومديني 200 لتر بير كابتا بير داي زي ما اتفقنا من الوحدة ان انا كده عرفت من الوحدة ان دي الكيو الصغيرة ترام بير كابتا بيقولي بقى هنا ايه ميكا كومبليت ديزاين ليه المحطة دي اعملي تصميم كامل للمحطة زي الالام سوليوشن تانك والالام فيدينج بامس الميكسينج تانك هنا مستخدم الكلاري فلوكليتور الكلاري فلوكليتور زي ما قلنا هو ضامم الفلوكليشن تانك مع السيدمينتيشن تانك والرابط سند فلتر وكمان طالب مني ان انا ارسم بلان طبعا الرسم هنلاقيه بالتفصيل في المحضرات والمسائل بتيجي دايما يكون فيها رسم يعني عشان تبقى الدنيا واضحة ليك اكتر وطبعا امتحان MCQ يعني مش عارفة الرسم هيتسائل فيه ولا لأ فدي ممكن نرجع لها للدكتور احسن طيب ومدينا برضو الالام سوليوشن تانك مديني الالام دوس 45 بي بي ام ومديني الالام سوليوشن كونسنتريشن خمسة في المية وده حتة خاصة بالرابط ساند فيلتر احنا قلنا مش هندخل فيه الرابط ساند فيلتر النهاردة او في الاسبوع ده البورت تو هو اللي هنتكلم فيه عن السيدمنتيشن والرابط ساند فيلتر زي ما قلنا فاحنا دلوقتي هنفوكس على الالام سوليوشن تانك والميكسين تانك حتى الفلوكليتورز هناخدهم الاسبوع الجاي لان ده جزء خاص بالسيدمنتيشن طيب نشوف بقى الحل بتاعنا في المسألة دي بس هنصمم الجزء بتاعي الالام سوليوشن تانك وان شاء الله الاسبوع الجاي هنصمم الكلاري فلوكليتور عشان لما نكون خدنا السيدمنتيشن وهنصمم الرابط ساند فيلتر فهنشوف دلوقتي ازاي نقدر ان احنا نعمل ديزاين للالام سوليوشن تانك طيب عشان اصمم الالام سوليوشن تانك يبقى انا عايزة الريكوارد امونتوف الالام والريكوارد امونتوف الالام لازم اكون عارفة الدوز قد ايه هو ايه لك في المسألة ان الدوز عبارة عن 45 بي بي ام وقلنا ان البي بي ام ده هو هو الميلي جرام بير ليتر فهروح احسب الكيو ديزاين دي طبعا اول خطوة احنا بنعملها دي الخطوة المعتادة في حل اي مسألة في جزء المية بنروح ان احنا نحسب على طول الكيو ديزاين واتفقنا ان الكيو ديزاين اللي انا بستخدمها في تصميم المحطات بتكون عبارة عن الماكسيمان منسلي هي في الفاكتور بتاع الماكسيمان منسلي اللي هو 1.4 طب ايه في 1.07 السبعة دي او السبعة في المية دي بتكون بسبب اللوصز اللي بتحصل في المحطة وبتكون بسبب عملية الباك ووش اللي انا بعملها اللي هي غسيل الفلاتر فبزود الفلو هو داخل المحطة سبعة في المية عشان انا عارفة ان فيه لصز هتحصل وعارفة ان فيه عملية غسيل للفلاتر هتحصل اللي هي بنسميها الباك ووش فعشان كده بزود الفلو شوي فكده انا حسبت الكيو ديزاين بعد كده هروح احسب الريكوارد امونت طالما معي الكيو ديزاين والدوس قدرت احسب الريكوارد امونت في قلم الريكوارد امونت في قلم طلعوا لي هنا 5392.8 كيلو جرام بردية ده طبعا رقم كبير يعني تخيلوا احنا محتاجين 5392.8 كيلو جرام شابة في اليوم الواحد عايزة بس اقول ملحوظة هنا في التصميم الخاص بالألم سوليوشن تانك يعني يفضل ان الوحدة وانت بتجيبها تجيبها بالميتر كيو بردية يعني دي هتسهل علينا يعني احنا في الألم سوليوشن تانك وحنا بنصممه خلي الكيو ديزاين بوحدة الميتر كيو بردية وهنا بس اسم على الف عشان يزبط اليونت طيب هروح احسب بقى السوليوشن ستوريج تانك دي الديمانشنز عايزة احسب بقى عايزة اعمل ديزاين لان اتفقنا ان التانك بتاعي عبارة عن سوليوشن فريش ووتر مع ايه السوليز بتاعة القلم فانا هروح احسب الكابستي بتاعة القلم سوليوشن تانك هي عبارة عن ايه عبارة عن الامانت وفقلم اللي احنا جبناها مقسومة على الكونسنتريشن في الروب بتاعت الماء هو مديني الكونسنتريشن جغل والألم انا جبتها وقدرت احسب الكابستي بتاعة الالام سوليوشن تانك ده هتطلع لي 107.856 يبقى دي ايه الكابستي بتاعتي طيب وانا عارفة من بعد ما حسبنا الكابستي هنروح بقى للديزاين كريتيريا عشان اقدر ان انا احط فروض وبناء عليها اقدر ان انا احسب الديمانشنز بتاعة اللي ايه التانك بتاعي طب ايه هي الديزاين كريتيريا الديزاين كريتيريا مثلا بيقول لي ان الكروس سكشن بتاع الالام سوليوشن تانك يكون سكوير والفوليوم بتاع التانك الواحد يكون ماكسموم 20 ميتر كيوب ودبس المية يكون ما بين 1.2 ليه اثنين ميتر فمن خلال الفوليوم المكسما اللي هو الفوليوم بتاع اللي هو 20 ميتر كيوب هقدر اروح اجيب النمبر بتاع التانكس وهو ان انا هقسم الكابستي هقسمها على الفوليوم بتاع الوا엔 هتلاع لي 5.4 طبعا هقربه لستة بس بعد التقريب الفوليوم بتاع الوان قل فهروح أحسب الفوليوم بتاع الوان بعد ما قربت الرقم لستة فالكباسي هقسمها على العدد الصحيح بتاع التنكات اللي هو ستة فكده الفوليوم بتاع الواحدة يكون بسبعتاشر بوينت تسعة سبعة ستة متر مقعد وقلنا ان من ديزاين كريتيريا الدبس بيتراوح ما بين 1.2 ل 2 متر فهناخد مثلا هنجرب يعني ده ديزاين انت اللي انت عايزت عاود بي عاود بي انا هنا هياخد الدبس ب1.25 متر وزي ما قلنا ان هو سكويري بل L هتساوي LB هقدر اجيب على طول ان انا معي الفوليوم الفوليوم بيساوي L في B في D فرط D والL بتساوي LB فانا هقدر على طول اجيب L والB هنا انا هياخد بقى دي الجملة دي لازم اكتبها بعد ما اخلص اي ديزاين ان انا هقول مثلا use 6 plus 1 ال plus 1 ده ده بيكون ان انا باخد تانك زيادة احتياطي فبزود عدد التانكات اللي انا جايبها من التصميم تانك واحد بس بعد كده بكتب الwater dimension الwater dimension هي اللي انا جبتها اللي هي ال 3.8 وال L في ال B في ال D دي بسميها الwater dimension طب ايه ال Structural dimensions هي ان انا بزود الفري بورد اللي انا بسيبه فوق الدبس بتاع المية يعني هي هي نفس الابعاد بس بتلاقي الدبس بتاع المية زاد عليه نص متر عشان ايه خاطر الفري بورد طيب بعد كده عايزة احسب الفلو بقى بتاع الدوزنج الخاصة بالبامس طيب اي فلو في الدنيا هو ال Q يعني بتسمي volume على time طب ال volume عندي 107 اللي هي الكابسي على ايه على time ال 24 دي انا هفترضها لو هو مش قايل لك حاجة عن ال working hour بتاعة low lift pump يعني لو ما قليش حاجة يبقى انا مفترض ان low lift pump البام فيها شغالة 24 ساعة فبالتالي لما اجي احسب الفلو بتاع البام هاخد الكابسي هقسمها على 24 ساعة عشان اطلع الوحدة بالليتر per second فهقسم على 24 في 60 في 60 طب لو انا جيت قلتلك في المسألة ان ال working hour بتاعة low lift pump 18 ساعة فتيجي تشيل لل 24 دي وتحط 18 فعلى حسب لو انا مش قايل لك حاجة فانت هتفترض ان البام شغالة 24 ساعة فهتقسم على 24 لكن لو انا قايل لك ال working hour بتاعة low lift pump يبقى لازم تعود بيا هنا في المسألة فهتطلع معنا 1.25 لتر per second واحنا بنحب نجيب الوحدة بتاعة الفلو بتاعة البامب ليتر طيب كده احنا في المسألة اللي فاتت خلصنا الجزء الاولاني بس هو design بتاعة الالم solution tank انما الجزء التاني والتالت الخاصة بيه الكلاري فلوكليتر ويه الربط ساند فيلتر دول ان شاء الله هناخدهم السكشن الجاي طيب مسألة رقم تلاتة بيقول لي ان انا عندي design population عندي محطة متصممة على design population 200000 كابتر والاورج انوال ووتر كونسامشن 180 لتر بر كابتر بر دي مطلوب ان احنا نصمم flash mixing tank ويه mechanical flocculation tanks ويه rectangular sedimentation tanks هنا اقول لك rectangular sedimentation tank لان sedimentation tank ممكن يكون rectangular وممكن يكون circle يعني على حسب circular ولا rectangular احنا دلوقتي بردو هنشتغل على اول مطلوبين بس اللي هو flash mixing tank ويه flocculation tank طيب عشان اتتفقنا عشان لو انا عندي في مسألة تصميم عندي mixing tank ويه flocculation tank هنبتدي ان احنا نصمم بيه flocculation tanks هنبتدي نصمم flocculation tanks عشان نعرف عدد flocculation tanks قد ايه وبناء عليه احدد الميكسنج tank وعرف اصممه فلازم ابتدي بالا design بتاع flocculation tanks طيب عشان اصمم يبقى انا محتاجة q-design هنروح نجيب q-design زي ما قلنا هي عبارة عن maximum monthly طالما بصمم محطات يبقى population في average annual water consumption في factor 1.4 في 1.07 اللي اتفقنا خلاص هنحطها عشان احنا فيه عملية زي ما قلنا عملية الغسيل والlosses اللي بتحصل فيه المحطة طيب بعد كده هنروح ل design criteria بتاعة flocculation tanks flocculation tanks زي ما قلنا انه بيكون فيه تقليب بس التقليب بيكون بطيء والمية بتقعد فيه tank فترة بتتراوح من 20 دقيقة ل60 دقيقة فانا هنا مثلا هفترض ان الفترة او detention time او retention time الtime ده احنا بنسميه detention time او retention time هفترض مثلا انه هو 30 minute والمعادلة الشهيرة بتاعتنا النمبر بتاع الفلوكليشن tanks ان انا اقسم الفوليوم اللي انا جبته على الفوليوم بتاع tank الواحد هيطلع لل3.12 tanks يعني تقريبا اربعة وطبعا اقول الحمد لله لانه طالما العدد بتاع الفلوكليشن tanks طلع اربعة يبقى انا كده عارفت خلاص في دماغي على طول ان انا هستخدم mixing tank واحد الميكسين tank الواحد هيقدر يدي ويوزع على الاربعة فلوكليشن tank فهروح بقى احسب الفوليوم بتاع الوان اجزاكت لان انا هنا برضو عملت تقريب فطبعا هتقل عن 360 ويهسويها بالل في البي في الدي الال بيتراوح ما بين 23 لعشرين متر الدبس بتاع الميا في الفلوكليشن tank بيكون من 2 لتلاتة متر البي اللي هو العرض بيبقى من مرة لمرتين الدبس فانا هنا هحط الدبس بتلاتة متر واحط البي باتنين الدي يعني بستة متر وهعوض اقدر اجيب الال الال اللي طالع ما بين التلاتة من التلاتة متر لعشرين متر يبقى كده الافتراض بتاعي سليم ومزبوط فانا هقول في الاخر ان انا هستخدم اربع تانكات الووتر ديمانشنز بتاعتهم كزا اللي هي الال اللي هي دي خمسة اشر بوين ستة خمسة البي الدي بتاعتي الستركشور ديمانشنز هتكون بس نفسها بس هزود النص متر بتاع الفري بول نلاحظ بس نخلي بالنا هنا ان انا هنا ما حطتش تانك احتياط يعني هما طلعوا اربعة هما طلعوا اربعة انا خدت ايه اربع تانكات لان هنا ما ينفعش هزود لان انا محكومة بي الميكسنج تانك خلاص كده طالما صممت الفلوكليشن تانك يبقى انا كده هقدر ان انا اعمل ديزاين للميكسنج تانك الديزاين بتاع الميكسنج تانك بيكون الميكسنج تانك الكروس سكشن بتاعه سيركلر وبيكون الدابس فيه بيساوي الديامتر فانا هقدر طبعا طبعا انا خلاص عرفت النمبر بتاع الميكسنج تانك هيكون واحد ميكسنج تانك لان هما طلعوا اربعة خلاص يبقى الميكسنج تانك كده هيقدر يدي الاربعة فياخد ميكسنج تانك واحد الديتنشن تايم فيه او الريتنشن تايم فيه بيكون من عشر ثواني ليه خمس دقايق احنا هنا دايما بنتراي ان احنا نحل بكام بدقيقة بستين ثانية فاحنا بنفترض وبعد كده بنشوف في الحل التصميم مظبوط ولا لا فاحنا هنحط الديتنشن تايم هنا بدقيقة بستين ثانية وهروح برضو من المعادلة بتاعتنا الكيو بتساوي الفوليوم على الطايم هقدر احسب الفوليوم لان معايا الكيو ديزاين ومعايا الطايم انا فرضته فطلع الفوليوم عندي سبعة وثلاثين بوينت فور فايف ميتر كيو وبما ان ان الدبس بتساوي الديامتر يبقى انا اقدر احسب الفوليوم على طول لان هو بايا على الاربعة في دي power 3 يبقى الفوليوم طبعا من ان احنا اتفقنا ان هو يبقى الفوليوم بتاع الواحد هو هو السبعة وثلاثين بوينت ايه اربعة خمسة هünü بفوليوم بتاع الواحد ان هو بايا الاربعة دي قمي الاريا لان اتفقنا فوق ان هنا قلنا ان الدبس في الميكسنج تانك بيساوي الديامتر. فدي دي عندي الارية والدبس هو هو ايه الديامتر فاقدر على طول احسب من المعادلة دي الديامتر. وفي الاخر برضو اكتب ان انا استخدم واحد ميكسينج تانج. طبعا هنا برضو مفيش ان انا حط واحد احتياطي. هنا العدد زي ما ايه طلع لك. وبعدين هكتب الووتر دايمنشن. وبعدين في الستركشل دايمنشن هزود النص متر بتاع الفري بورد. اخر مسألة هي المسألة دي برضو ليها جزء تاني وتالت. احنا برضو هناخد الجزء الاولاني بس اللي هو الخاص بالالام سوليوشن تانك. طيب المسألة بتقول ايه? بتقول ان انا عندي محطة المحطة دي فيها. اتنين الام سوليوشن تانك. ابعاد التانك الواحد اربعة فاربعة في واحد وربع. والالام دوز بتاعتي خمسة وتلاتين ميلي جرام بالليدر. ايه البقى المطلوب مني? ان انا افريفاي ان ان المحطة دي. اتأكد ان المحطة دي قادرة ان هي تخدم. اه 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 خمسمية الف كابيتا. باورج انيوال ووتر كونسومشن مية وعبعين ليتر بير كابيتا بردقي. ولو في اي موديفكيشنز المفروض تحصل في المحطة. ايه هي? يعني ازود قد ايه او ازود عدد التنكاد قد ايه عشان خاطر ان انا اثيف اللي عندي. زي مثلا لو عندي الالام سوليوشن تانك لازم اكون مسايفة الكنسونتريشن بتاعي. لو عندي لازم اكون مسايفة بتاع الفترة اللي بتعودها الماء في التانك نفس الكلام. اه احقق التي تكون اه في وزن الديزاين كريتيريا بتاعتي او اه وهكذا يعني. طيب هنحل ازاي? اول حاجة هنروح نحسبها الكيو ديزاين. الكيو ديزاين 1.074.4 في كيو افريج في البوبيوليشن. وزي ما قلنا طلو ما احنا في الجزء بتاع الالام سوليوشن تانك خلينا دايما بوحدة الميتر كيوب بردية. عشان نسهل عليه نفسنا. طيب. بعد كده هروح احسب ريكويرد امانتوس قلم هو مدي جيفين الدوز و احنا حسبنا الكيو ديزاين. فهروح احسب ريكويرد امانتوس قلم. ومن الكاباسي اللي هو مدي هالي جيفين. هقدر احسب الكاباسي ان هو قالك تانكين. وكل تانك ابعده ربعة فاربعة فواحد وربح. يبقى انا كده اقدر اجيب الكاباسي بتاعت الايه التانكات. ومن الجزئين اللي انا انا احسب الكونسنتريشن. والله لو الكونسنتريشن بتاعي طلع اللي انا عارفاه لهو من خمسة لعشرة في المية يبقى كده تمام دي كده ايه مفيش فيها مشكلة في التانكات بتاعت القلم. وهو فعلا طلع تقل من العشرة يبقى كده مزبوط. اه وما فيش اي مشكلة في الجزء بتاع القلم سوليوشن تانكس. مش محتاج ان انا مسلا نزود عدد التانكات عشان الكونسنتريشن محققش الرنج بتاعي. ده كده الجزء الاولاني بس اللي احنا قلنا هنتكلم عنه. اه فاحنا كده في السكشن ده اه غطينا الجزء الخاص بالالوم سوليوشن تانكس. ازي نعمل ديزاين للالوم سوليوشن تانكس. الفلوكليشن تانكس. والميكسين تانكس. ان شاء الله الاسبوعي الجاي المفروض ان احنا اه نعمل ديزاين ليه نكمل بقى باقي الشيط, sedimentation, eclarifloculator, rabbit scent filter. شكرا يمشون تانكسين.